أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مشروع المدينة الرياضية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة في مملكة البحرين ويجسد الرعاية والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالحركتين الرياضية والشبابية مما يصم في جعل مملكة البحرين وجهة للفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية وأشهد سموه بالمتابعة والدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير القطاع الرياضي خصوصا على مستوى البنية التحتية الرياضية جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع التاسع للجنة متابعة تنفيذ إنشاء المدينة الرياضية بحضور معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وأعضاء اللجنة واطلع سموه خلال الاجتماع على التصاميم العام للمدينة الرياضية والبرنامج الزمني الذي يسير عليه المشروع والمرافق العام له حيث يعد المشروع صرحا رياضيا يضاف إلى منجزات المملكة في المسيرة التنموية الشاملة وأنوها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأهمية مواصلة جعل مملكة البحرين قبل الاحتضان الفعاليات الرياضية حيث ستكون المدينة الرياضية عاملا رئيسيا في استكمال الاستثمار في الرياضة وتعزيز البيئة التنافسية وجعل المملكة في دائرة الأضواء العالمية ترجمة نانسي قنقر